يعطيكم الف عفية وصفة تالي اليوم ان شاء الله رح تكون كرات البطاطا مع الدجاج والفطر بالنسبة لكرات البطاطا هذا الفيديو الثاني لأيلي قبل هالمرة عملت كرات البطاطا مع دجاج الفهيتة بس اليوم حبيت اني اعمله مع الفطر والدجاج وصفة ما شاء الله طلعت اكثر من بتشاهي بتمنى كثير انها تعجبكم تعبوها معي وتعالي شوف طريقة العمل في البداية هوني غسلت البطاطا قشرتها قطعتها على شكل مكعبات وهلا هوني رح اسلكها بالنسبة لسلك هون انا رح اسلكها على البخار واكيد ممكن تسلكوها في المي على المي هون رح احط معلقة كبيرة من الخل حتى ما يتغير معي لون الطنجرة ورح احط هون البطاطا بغطيها وبتركها حتى تستوي في حال سلكتوها بالمي ما تقطوا البطاطا حتى انها ما تشرب معكم المي هوني اول ما استبت معي رح انزلها بالعجانة ورح احط عليها المطيبات وهي نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ورح نحتاج هون قشور البصل بالثوم حتى معلقة صغيرة ممكن تستبدلوها ببودرة البصل والثوم ورح نحتاج هون 50 جرام من الزبدة معلقة صغيرة من الأورغانو ومعلقة صغيرة من الملح هيك عندي المطيبات جاهزة هلا هوني رح اخلطهم كثير منيح حتى تصير معي البطاطا كثير نعمة اكيد في حال مش متوفر عندكم العجانة ممكن تهرسوها بالشوكة او اداة هرس البطاطا انا بحب استخدمها للسرعة وبعمل فيها الكميل انا بدي اياها هيك عندي البطاطا تمام هلا هون رح انزلها بصحن ورح اغطيها ورح اتركها تبرد عندي تماما الافضل انو نشتغل في البطاطا وهي باردة الخطوة البعدية هون رح نحضر للدجاج بالنسبة للتتبيلي هون رح نحتاج عصير الليمون تقريبا هون استخدمت نص حبة ورح نحتاج الثوم المهروس استخدمت هون ثلث حبات من الثوم ورح نحتاج معلقة صغيرة من الأورغانو ورح نحتاج قشور البصل والثوم بالاضافة لاي نوع بهارات دجاج عندكم انا هون استخدمت الكاجون ورح نحتاج اكيد الفلفل الاسود والملح هيك عندي التتبيلي جاهزة بخلطهم كثير منيح وهلا هون رح انزل الدجاج بنسبة للدجاج هون انا استخدمت صدور الدجاج قطعتهم على شكل مكعبات صغيرة الكمية هون استخدمت كيلو من صدور الدجاج رح اترك الدجاج هون منقوع بالخلطة مدة نص ساعة بعدها رح اشتغل فيه الخطوة البعدية هون رح نحتاج كمية من الزيت النباتي ورح انزل هون الدجاج بالنسبة للدجاج رح انزله مع التتبيل النقع وبقلبه كثير منيح مع الزيت النباتي وبترك الدجاج هون حتى يستوي عندي تماما رح احكي ملاحظة بالنسبة للبهارات والتوابل رح اكتفي فقط بالبهارات اللي انا حطيتها وقت النقع اذا حبيت تتعدلوا اكيد ممكن بس انا هون اكتفيت بالبهارات اللي حطيتها وقت النقع اول ما يستوي عندي هون الدجاج رح اشيله ورح احطه بصحن ورح اخليه على جنب طبعا بهاي المرحلة انا طفيت الغاز رجعت هون حطيت كمية من البصل استخدمت حبة كبيرة فرمتها كثير ناعم بقلبهم واول ما يدبل عندي هون البصل رح انزل الفطر الفطر هون انا استخدمت الفطر الفرش والاطيب بالوصفة انه نستخدم الفطر الفرش في حال مش متوفر ممكن تستخدموا الفطر تبع المعلابات بالنسبة للفطر هون رح احط عليه فقط الملح والفلفل الاسود وبقلبه حتى يدبل عندي تماما في حال مش متوفر عندكم الفطر ممكن تستخدموا البروكلي كمان بيعطي نفس النتيجة أول ما يستوي عندي هون الفطر رح أشيله و رح أحضر هون لصلصة البشمل بالنسبة للصلصة هون رح نحتاج 50 جرام من الزبدة و رح نحتاج مع لقتين كبار من اللطحين رح أدلب هون اللطحين مع الزبدة حتى تظهر عندي هون نكة لطحين بعدها رح أنزل الحليب السائل رح أحكي ملاحظة في حال متوفر عندكم الكريمة السائلة على طول بتنزلوا الكريمة فوق الفطر بس أنا هون رح أعمل معكم صلصة البشمل حتى تكون كل المكونات متوفرة عندكم في البيت بالنسبة للحليب هون أنا نزلت كاستين ونص من الحليب السائل والأفضل إن يكون عنا الحليب بارد بقلبهم المطيبات هون رح أحط معلقة كبيرة من الجبنة وبالنسبة كمان للصلصة إذا حبيتوا تعادلوا الملح الفلفل الأسود البهارات اللي إحنا حطيناها أكيد ممكن بس هون أنا رح أكتفي بالبهارات اللي حطيتها مع الدجاج بنزل هون الدجاج وبرجح هون بنزل الفطر وبقلبهم مع بعض وبتركهم يتسبقوا مدة خمس دقائق على نار واطية وبهيك عندي خلطة الدجاج والفطر صاروا جاهزين على طول بشيل الطنجرة وبصبها بصينية الفرن بالنسبة للصينية هون ممكن تستخدموا الصينية الحجم الكبير نزلت هون كل المقدار وهلو هون رح أشكل البطاطا طبعا هون رح أشكلها على شكل كرات رح أحكي ملاحظة إذا حبيتوا تحطوا طبقة من الجبنة بعدها تحطوا البطاطا أكيد برجع لكم بس أنا هون رح أكتفي في الجبنة رح أحطها على الوجه ورح أحكي كمان ملاحظة بالنسبة للبطاطا إذا حبيتوا تحطوا محا جبنة الشدر أو جبنة المزرلة أكيد ممكن هلو هون رح أوزع كمية منيحة من الجبنة وبعدها رح أدخلها الفرن طبعا هيك عندي صينية جاهزة رح أحكي عن الفرن الفرن هون رح أدخل الصينية فقط تحت الشوايا لأنه سبكت الفطر والدجاج على الغاز ما رح أشغل الفرن من تحت في حال ما سبكتوهم مع بعض ممكن تشغلوا الفرن من تحت مدة عشر دقائق بعدها تشغلوا الشوايا من فوق الأفضل أن تكون معكم الصينية شوي بعيدة عن الشوايا حتى تذوب معكم الجبنة وتأخذ معكم اللون الذهبي ما شاء الله ريحتها ونكيتها بجد من الوصفات الجدا شهية لكرات البطاطا وهاي وصفتنا لليوم بتمنى أني قدرت أفيدكم فيها وصفة جدا شهية جربوها وأعطوني رأيكم فيها إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة الاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم جديد القناة ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة معكم وعلى طاشمان من قناة أطيب الوصفات يمي اشتركوا في القناة